السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي عادل فتح في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحت بال بحبكم في الله ما تنسوشوا لايك والشير عشان خاطر الفيديو يتوغل وينتشر في ربوع اليو فضلا وليس أمرا النهاردة ده الرد الصاحق المحق على الأستاذ كريم علاء بخصوص ما تناوله بخصوص الفرح بتاع حسن و بتاع إسراء أول حاجة هو النقطة طبعا احنا كلنا بنكنه كل تأدير وكل احترام للخلوق والأسلوب الساخر بتاع الأستاذ كريم علاء إذا كان هو ولا الأستاذ عبد الرحمن الصافي ولا الأستاذ نصر حكاية ولا حتى الأستاذ منع أسلوب راقي جدا إحنا متابعينهم وأنا واحد من الناس لما بشوف فيديو عند الأستاذ كريم علاء ما بقدرش أفوت منه ثانية واحدة بسمعه من أول ثانية الآخر دقيقة وأنا متابع لقناته يمكن 80-90% من إصداراته بتبحها على طول وده من زمن حتى قبل ما أفتتح قناة وإن شاء الله قريب جدا نبريك له على حصوله على الدرع الزهبي بإذن الله ويدعيني يا أستاذ كريم إن أنا أحصل أيضا على الدرع الفض هو قال إن هو كان نفسه في غبة الفرح ده إن هم كانوا يدعوا أبو زياد وأنا هرد عليك هو أبو زياد كان محتاج للدعوة ده هو صاحب فرح ده هو اللي يدعي عادل فتحي ده هو اللي يدعي الأستاذ كريم علاء يقول له تعالى أنت تتفضل عندنا إحنا عندنا فرح خالي الأولاد الأستاذ حسن ده هو صاحب فرح ده مش هو اللي يدعي ده هو اللي يدعي للناس لإن ده فرحه لكن للأسف ومحدش يزعل مني إن أبو زياد غرت خارج السرب السرب بيبقى مهاجر من بلد لبلد كله في اتجاه واحد وبيبقى له مقدمة هو جنح طلع من السرب ده وطلع وقال بعض كلمات وكانت كلمات مبهمة في كازينو سانتوس اللي هو اللسان وجاب أصر المنتزه وشرة المنتزه ومزامير وليل الحسين ودوار جوحة وعزة ومكرم ووضح إنه كان بيصور أمام فندق قوات المسلحة اللي تهدر هو الورضة البيضة وكان معناها إنه كان بينه وبين أولاده نص ساعة لو خد طريق 45 وطلع الطريق الساحلي وخد الطريق الدولة كل دي كانت رسالة هو اللي رمى طوبة هو اللي رمى طوبة في الكولوب هو اللي عايز يطف نور الفرح الناس عندها فرح ولا وقته حتى لو عايز تطلع ولا تعمل طب استنى لما نشوف فرح حسن خاصة إن انت شايف إن العائلة تحت ضغط كبير جدا 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 فيبقى الخطأ هنا إنه هو لو كان راح كان زاب كل شيء حتى لو كان فيه أي شيء أو سوق تفاهم مش هنقول خلاف هو فيه خلاف بين الأهل دول أهل وزي ما بيقولوا يعني الداخل ما بينهم يعني طالع دولة أهل وناس حبايم ودولة خال أولاده وده فرح وده منهم واحد منهم وطول عمرهم كانوا بيعملوا على إنه واحد منهم وكان الحج بيعتبر هو الإبن الأكبر لهم وبعدا ده جوز الغالية جوز الحج صباح يعني جوز الغالية عندهم كل ما يشوفوه أكيد بيفتكروا الغالية صباح وما زال وعمرهم عمر الأبو زياد ما بالنسبة لهم يقدروا يقولوا حاجة لإنه حيقولوا إيه ده ابنهم بس هو غرد خارج السرب والكلمة دي لو الناس بتفهمها كلمة صعبة جدا إننا تمنى إن أبو زياد يرجع للسرب ولا يغرد منفردا وينضم إلى هذه الإمبراطورية الإمبراطورية العظمة التي لا يتغيب عنها الشمس ده بالنسبة للجزئية الأولانية بالنسبة للجزئية التانية بيقول إن أنا شايف إنهم لازم يردوا لازم يردوا في بعض الكلام ولازم يردوا ما يسيبوش حالة الجدل اللي موجودة والناس صبعا بيت يستغلي ده علشان نسبة مشاهدة وده مشروع وتفعيل قنوات وبيع قنوات وما شابه ذلك أنت محق مئة في المئة وأنا قلت هذا الكلام قبل كده وقلت إن هما لازم يبقى لهم قناة ناطقة رسمية باسم هذه الإمبراطورية تعبر عن العشرين قناة بتوعتهم أو الاثنين وعشرين قناة لو حصل حاجة بعد أسبوع بعد اثنين إن شاء الله ما يحصلش حاجة خلص أي محطوطة كاملة إنما لو حصل حاجة يطلع أي واحد زي الحاج جابر أو محمود أو حسن أي واحد ويقول واحد اثنين ثلاثة أربعة ويفند أي حاجة لو موجودة علشان يقطع أي ألسنة بتطلع أشعات أو مهاطرات غير حقيقية وإنت قلت بنفسك إن أنا عمري في حياتي ما كنت أتاجر بموت ختوم ولا أقول ده عايشة ولا مش عايشة ولا الكلام ده ولا أقبله على نفسي لأن إنت راجل خلوق 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 وإحنا بنحبك وإنت لك مكانة كبيرة جدا جدا مش عند المصريين فقط ولكن عند العرب كلهم وبإذن الله قريب جدا نبريك لك على حصولك على الدرع الزهبي قريبا جدا أيام قليلة بإذن الله يمكن تتعدى على صوابع اليد الوحيدة لو ربنا يكرمك بترند ولا حاجة وربنا يعوض عليك وتوصل بإذن الله بالنسبة بقى لفرار حمدي من الفرح هو بالفعل مصلحة إنه هو هو راح وتصوره في الجاتو بس نتيجة التضافق الرهيب اللي حصل وكان ممكن يحصل مشكلة كبيرة جدا ليه صحيا وكلام من ده هو أراض إن يطفي العريس في البدلة لأنه هو بالصراحة زي أنت بقولت كان لابس حتة بدلة لأروع ولا أجمل ولا أحلى من كده نفس اللي حصل لمحمد صلاح لما بطبته قال لك أروح أصلي العيد في بسيون وسط أهل وناسي راح في بسيون كل المراكز اللي حوالين بسيون محمد صلاح جاي وكان جاي بحاجات وهدايا كتير أوي إن كان 20 ألف هدية هيوزحها للأولاد يعني ملابس وكلام من ده وترنجات وحاجات من وصل 100 ألف فإزاي ينزل شاف الأمن قال لك أوعة تنزل من البيت وبعت له أربع تشكيلات أمن مركزي اللي تأمينه ولا محمد صلاح صلى العيد ولا الناس صلت العيد وخذ محمد صلاح بعد العصر في عربية مصفحة وخرجوا به من بسيون أحيانا الشهرة بتكون نقمة على صحيفها هي نعمة وأحيانا بتبقى نقمة نتيجة أنهما بيقدرش ياخد حريته يعني حمد ما يقدرش يمشي في شبرة هتقال اللي بيبوصل ولي بيحضنه واللي عايز تصور طب أقول لك المتين أنا عدي قناة طب انصحني فالشهرة بتبقى حاجة صعبة جدا 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 أنت راجل محترم وإحنا بنحبك وأنا ده آخر كلام بالنسبة للأستاذ ناصر حكاية وأنت محق لكن في موضوع أبو زياد هو صاحب فرح هو ما كانش يعز عزومة هو كان يعزم الناس وكان يكون متواجد يوضب معاهم ويكون له رأي لكن معلش هو غرد خارج السرب وأكيد ظروف خاصة وبإذن الله يرجعوا أفضل من مكان أنا هنا بأعتذر بقى اعتذار لمتابعين عادي الفاتحي في الفيديو السابق أنا قلت أن إسراء صغيرة أنا شكلها أنها صغيرة أنا ما عرفش بقى أن أبو زمل وكلام من ده وبنت الجران والعملية بشعلها من الزمال وأنهم في سن بعض بس هو من الواضح أنها ما بيبنش علىها الكبر يعني باسم الله ما شاء الله صغيرة خالص يعني بيبنش شكلها فعلا 16 سنة 17 سنة وحتبقى يوتيوبر من العيار السقيل وأنا أعتقد هذا السناء بعد حسن وافتكروا كلام عادي الفاتحي وحذر يا عم حمدي بعد حسن ما يقضي جيشه بإذن يخلص السنادي ويقضي جيشه ويرجع أعتقد أن الوحيد اللي يقدر يهز عرش حمدي من اليوتيوب أعتقد هذا الشاب الصغير اللي اسمه حسن وهذه اليوتيوبر العملاقة اللي هتبقى موجودة وأعتقد أن حسن قريب جدا من والدته وتقريبا يعني عايزة تجوز اللي اتنين في يوم واحد محمد وحسن يا رب أنا جوزت أولادي قبل كده على فكرة اللي اتنين في يوم واحد وكان شيء جميل جدا جدا وزي ما قال للأستاذ ناصر حكاية أن الجواز في الصغر الشاب بيصول نفسه أنا أتجوزه وأنا عندي 20 سنة يعني مش بقى شبكة ولا حاجة لا كانت الدخلة وانا عندي 20 و3 أربح تشهر وخمس تشهر اتجوزته علشان كده الشاب اللي بيتجوز صغير بيبقى متصان ما بيبقاش له بقى ايه يعني سولات وجولات بيبقى شاب ملتزم جدا 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 لأنه بيتحمل المسؤولية فجأة بيبص يلاقي نفسه متحمل مسؤولية زوجة ولو جات أولاد بيبقى متحمل المسؤولية بينزل بيلتزم ما بيبقاش يعطيني حرياتي أطلق يدي إنني أعطيتهم استبقيت شيعة هي القيود بس بتبقى القيود جميلة جدا وسن الصغير في الجواز جميل جدا ما قال اللي أنا قلت وانا عندي 20 سنة و22 سنة ما قدرش يقوله وانا عندي 35 سنة 37 سنة ما ينفعش لو جيت أخد زوجتي في الملاهي وقالت لأنا عايزة أركب مش عارف الحصان اركب وانا هركب لأن لسه إحنا صغيرين إنما لما يبقى عند 40 سنة وتقوله أنا عايزة أركب مش عارف أقول لها تركب إحنا ناس كبار إحنا ما ينفعش إن إحنا نركب عربيات فهكذا فبيبقى فعلا الفطرة لما بيبقى العريس صغير والعروس صغيرة ولكن يتحملوا المسئولية ما هو فيه واحد بيبقى كبير عنده 50 سنة وما يتحملش المسئولية وفيه راجل بيبقى عند 40 سنة ومكبر دماغه وبيحمل زوجته المسئولية يكون شاب في الأساس متحمل للمسئولية ويقدس الحياة الزوجية ويقدر زوجته تقدير كامل أعتقد أنه الشاب بيصن نفسه ودي تقاليع بيعملها النادي الأهلي المصري من أيام الفريع عبد المحسن كامل مرتجي والد البشماندس خالد مرتجي ومن بعده العظيم صالح سليم ومن بعده عبد صالح الوحش ومن بعده الكابتن حسن حمدي ومن بعده أيضا كابتن بيبو أو محمود الخطيم وكان في نادي الزمالك البشماندس محمد حسن حلمي ونور الدالي كمال درويش المعالي المستشار الجليل جلال بيه إبراهيم كانت الناس دي لازم أي لاعب في النادي الأهلي أو النادي الزمالك يصعد لازم كان يجوزوه وهو عنده عشرين سنة واحد وعشرين سنة علشان خطر يلتز إنما أيام بقى مرتضى بصول بعرفش هتاخد مكانش في تباق والحاجات دي خالص يعني كل بعنه راجع بيقوله راجع هو راجع علشان يضيع الزمالك يا ولده بعد ببقى العملية انتظمت وكلام من ده يلا اللي سهل له الحال بقى إذا كان راجع كل التحية وكل الاحترام لمحبي ومتابعي عادل فتحي وبدعو متابعي عادل فتحي للاشتراك في قناة الأستاذ كريم علاء قناة محترمة قناة نقط اسلوب ساخر اسلوب محترم لائق ما فيش كلمة خادشة موضوعي جدا صادق كل معلوماته لا أروع ولا أجمل ولا أحلى من كده واحنا بنقدم له كل التحية ووكهة نظري بس هي فقط في أبو الزاد اللي خلتنا أعمل الفيديو وبحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا